يعاني أهالي حي النضال في محافظة كربلاء من انعدام الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمجاري فضلا عن تراكم النفايات بالمنطقة عدسة الرشيد زارت المنطقة والتقت عددا من أبنائها ووالتقت الواقع المزري فيما طالب الأهالي أجهات حكومية بالنظر لمعاناتهم وتوفير الخدمات منتقدين تجاهل الحكومة المحلية وإهمالها وعدم توفير أبسط الخدمات إليها حقيقة هاي المناطق من سنة 2003 ولحد الآن بالنسبة لحي النضال والمناطق المجاورة اللي هو حي العسكر الأمن الداخلي حي الغدير لا تبليط لا كهرباء محاربة من كل الجهات يعني حتى عمال بلدية يعني هاي أبسط شي ما يوفروا لها لا تبليط الشوارع العشوائيات هواي يعني شنو أنا أردأ أسألهم سؤال اللي حكموا هذا البلد شنو اللي سوا هذا المواطن يعني هل هذا مثلا غرب علية اللي سوا شنو مثلا من 2003 لحد الآن قبلها كان حروب وهسا بدأوا بي تصفيات سياسية هم حروب بس بغير طريقة طريقة عم عدنا ماء عدنا كهرباء عدنا شنو يعني عدنا شارع بيحاف مثلا تطلع مريض عندك مثلا تالي الليل نص الليل هذي هاي الريد مثلا واريد شارع تبليط واريد كهرباء قواكه عرفوية هاي اريد هم يشاعدوننا البطالة هاي اللي أخذتنا هاي الوادي معرفة الجعدة وشا اجتماعتها شارع غصبا علية نقص خدمات يعني مستدعرف ان احنا بالعراق عايشين او ماذي يا مطقت دير يعني خارج العراق بس اننا عرف مواطنين من العراق اننا حق بالعراق لو ما اننا حق بالعراق لو بس اسم مواطن بالعراق بس وقت الاتخابات تعال افنان وتعال علان يعني احنا صير مؤكعا اعزم مواطنين صيرو هنا يعني ماذي يعني احتارين احنا نشتكي لله سبحانه وتعالى ان نسوينا شارع اما والله الحكومة الحكومة بس اسم كراسي بس اسم حكومة على الشعب اما والله بوق ونهب وسلم وكل شيء ما وراهم حصلنا لا وجبة فساد فساد غطينا بالفساد الفساد عبرنا الفسادة كفي لك الله مطقت العراق الاول بالعالم صار بالفساد احنا ناس تعبانين لا خدمات لا ماي لا واحد مرع علينا شارعنا هذا تعبان يعني تعبان كل شوف هاي الزبالة هاي الورانة لا الها خدمات لا واحد يساعدني لا واحد يمر علينا شارعنا موزين حياة تعبانة هاي اي بالله ولا واحد مر عليها الى حياة ابد اي ماكو غاد منك يساول المركزية ورجعون ولا واحد موظف ولا وزير مر علينا حي سالفه ترجمة نانسي قنقر